حلقة العربة كده زي البازلس مش لازم دايما الفكرة تكون براجعينة عليها أنا راشد ودي لايك على المطال ساعدتوش لايك يعني اللي عايز يعرض فكرة زي هنا في البرنامج ده ولا حاجة مش لازم تكون ملعدم يعني يعني ممكن تجيب فكرة مطبقة وتعدل فيها وتبتكر شوية وتحولها لحاجة تانية حط حاجة مع حاجة وهو كده في اللحظة اللي بتكلمكم فيها دي وجل يكون في 550 محمد ناية 440 مارين بتتكلم في التليفون أنا عارف إن ما فيش ورانا حاجة إحنا كشباب كتير مننا حقينا ما نعملش حاجة دي مش جريمة بس اللي عاوز أقوله كل ناحة الزواجة بالنك لازم تعمل حاجة في ملايين الحاجات مطلوبة يعني فيه شوارع مكسرة وفيه أباكة مش مصبوطة وفيه حاجات نقصة ومشاكل مية ونور وزحمة عشان الدنيا تمشي لازم الدم يجري في العروق تعال البنيات مين؟ وعروق أي بلد هي طرقها وشوارعها والحكومة بيعمله شبكة طرق عالمية من نوعي الحاجات اللي خلت أبديك أمريكا هي شبكة طرق عالمية لأني دي قارة كاملة يبقى فاضل الشوارع دي ما تجي نفكر كده في حالي للشوارع دي اللي بتوعب عشان تنتفيفي العكوها فيها من حقها تنتفيفي تركي لصف تاني فالشارع اللي بيبقى أربع حارات بيتحول لحارتين أو ثلاث حارات أكيومليت في بقى تركومي الموضوع فتلاقي مصر كلها بطيئة عشان فرح تنتفيفي بعشرة جنيه ممكن أبطأ أي شارع في مصر عشرة جنيه سمحت هنا خلاص إذن بـ 300 جنيه ممكن أبطأ مصر كلها على فكرة إحنا مندور على الحلول إحنا مش جان ندايق الناس ولا بنزعع للناس ولا حابين إن إحنا ندايق حد ولا نزعع لحد مبارح إحنا قابلت واحد مهندس بترايح أجيب حاجة للموبايل فأقلت له بص أنا عايز أسألك على حاجة هو أنا ممكن أصور حاجة ترك الحاجة دي أعرف زمانها ومكانها يعني إيه؟ أنا ممكن بيبقى فيه برينت كده بيبقى عليه الزمن بسهل كمان ممكن أعرف زمانها ومكانها قال ليه ممكن مش صعبة مع أن أعتقدش إنها صعبة لقينا فيه أبليكيشن أصلا فيه في الموضوع ده سيدياتك معين إنجل تمام طيب إحنا ممكن نعمل إيه؟ عشان نسيطر على 300 طنط فيفي 340 عم رقفة اللي بتلتمئة جنيه ده بيوقفوا مصد القاهرة كبيرة وفيها أحياء ومليانة شباب أحياء 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 هناخد عشرين شاب من كل حاجة العشرين شاب بدول كل واحدة هاملة استمارة أونلاين فيها شوط أساسية الراجل ده كويس حسن السريو السلوك ممكن يبقى عنده حساب في البنك معه موبايل برقب مسلسل إحنا عارفين موبايل ده مين وتمام وهياخد كود معين وهيخش على الابليكيشن إيه بقى الابليكيشن بتاعته دي؟ الابليكيشن دي هتمكنه من إيه؟ يسحى الصبح كده صباح الخير أعمل إيه؟ أعمل كده هو تاك العربية دي ركن مخالف مثلاً فيقوم أعمل فاتح فاتح الابليكيشن وأعمل تاك إيه اللي حصل؟ تعال نعملها تاست أنا أحط الابليكيشن لوحدها كده على جمع افتح الابليكيشن دي الابليكيشن دي بتعمل إيه؟ أنا ممكن أهم نصور العربية دي دلوقتي حقلاً وأصورها كده تبص هنا هي قالي إيه؟ حارة السلم عشر اتنين عشر اتنين أفريل 23 هي سجلت الصورة دي بزمانها ومكانها ده كده ابليكيشن بسيط بالإحداثيات إيه بقى ممكن يحصل إيه؟ طبعاً لو براجكت كبير ومشروع كبير تلاقي تعرف الأحداثيات بالزبط بتاع صورة العربية مكانها بالزبط اللي عنده عربية يستخدمها يوزر عادي فهيخش يعرف إذا كان عربيته حصل لها حاجة أو حاجة بيصورش على عربيته برقم تليفون كريم من الدقي وداخل على الابليكيشن وزي الفل وهو زي الفل فنزل في الدقي يتمشى كده يروح يشرب حاجة أو يروح يعمل حاجة فرح يا الله عربية ترى التاك عمل كده يبقى هو عمل إيه؟ سجل عربية مخالفة 100 جنيه مثلاً خمسين ليه؟ خمسين للحكومة ويصور عربيتين ثلاثة وكسب 150 جنيه ولا بقى وينش ولا أي حاجة من الحاجات اللي هي صعب هاوي دي حتة أبليكيشن صغيرة ممكن نخلي الناس هركن هنا لا يا عامل يحسن يطلعوا لي لا مش هركن في زمالك لا يا حسن يطلعوا لي ممكن يسامل أبليكيشن يطلعوا لي ممكن شركة خاصة تعملها وممكن حكومة تعملها واحد ممكن يبقى عادي في ميتين كده ركن عربيتو على فكرة كان عارف انه ركن غلط تفتح الأبليكيشن لا حسن يحصل لي حاجة لا العربية بتاعتو خدت فاين خدت مخالفة لا خلص الميتك ده بسرعة لو سمحت عشان ايه؟ العربية قادة بتعد في واحد تاني برضو الله عربية نفس العربية على فكرة جيد راوها وقال حاجة الأبليكيشن هي تقول لها معلش ده راجل ده لسه واخد فاين كل نص ساعة بتقبل انها هتاخد فاين وكل ربع ساعة وكل ساعة كل ده سيستم ممكن يتعمل مبساطة جدا يبقى وفار لي ايه بقى؟ قايدة عاملة في كل حتة الشباب السغنطوت ده والشباب الكيوت ده الشباب النفسها كمان هيتولد عندها احساس بايه؟ احساس بالمسئولية ما خلاص بقى كل واحد يواخد بالهم مطيطة الشباب دي اللي ممكن ناخدهم بعدين فين؟ في المجالس الشعبية في الاحياء يشتغل معانا في الحقيقة دي كلها افكار يا جماعة هتقول لي برضو دي فكرة ومش عارف ايه عام لا يا عام ازاي؟ وبترى هقولك لا على فكرة ايه تعملت؟ اتعمل جزء منها كده شباب هو في دوباي بس عندهم بقى الشورطة بتمشي كده ايه؟ ندارة جوجل يمشي يتمشي يلاقي عربية مخالفة يوم عامل تاتش عارفين ندارة جوجل شكلها ايه؟ شكلها كده يعمل تاتش بس من هنا كده فبتقوم عاملة العربية بإحداثياتها بكل حاجة عنها اهنا المواطن 26 دلوقتي البركي في دبي الامارات مش ببلاش فيها مكان معينة بببلاش والباقي كله لازم تكون بالميتر يعني دلوقتي زي ما الراجل وايف دلوقتي هنا ده دي محطة لازم تحط عايز تعدد دقيقة ساعة ساعتين ثلاثة كل ساعة لها تعريفة طبعا كل ممطقة لها الكود مخصص بتاعها تبعت رقم عربيتك رقم الكود وعدد الساعات ثلاثة اربعة ساعات تأكيد ان رسالتك تمام طبعا المفتش لنا بيجي يرجعي على ايه عربية هنا بيرح على طول ايه؟ معايا هو تطبيق اول ما بيعمل اسكن للوحة بيدي انه فعلا الراجل ده دافع اللقاء ولو مش دافع بيرح على طول واخد الرقم هتطلق طبع التذكارة المخالفة هتطلق على الازاز وعلشان بيتأكد كمان ان هو بيرح واخد صورة للعربية نفسها عشان انت جيت تظلمت ان لأ انا مكنتش واقف يقول لك لأ رقمك اهو وعربيتك اهيه احنا عملنا بقى تعديل للفكرة ده خليناها المين؟ للحي لولاد الحي نفسه كل ولاد حي ياخد بالهم من المنطقة بتاعته بتليفوناتهم في الابيكيشن بتاعته احنا حسين انها اوت اف د باكس تطلعوا القطة تلفتصانة فيها على فكرة يعني قول اه ممكن بس اه ايه راج صعوبتها فكذا مشكلتها فكذا تنفع فكذا ممكن تطوروا الفكرة معنا بس بلاش هدم تطوروا فيه دايما الافكار محتاجة تطوير دي فكرة اوت اوت باكس ممكن تعجب حد من المسؤولين احنا بنعمل علينا وبنفكر بنحاول نجمع شوات افكار ونحاول كمان نعملها بشكل توضيح الفيسبوك بتاعنا عليه كل الافكار اللي احنا بنتكلم فيها وعليه كل المقارنات شوفوا التقارير اللي احنا عايزين نعملها انا نفسي اشتغل مع مين مع المصريين مين المصريين المصريين اللي عايشين برا اللي قولوا مصر ياريت مصر المفروض اصلا مش عارف ايه طيب وريني اي فكرة معمولة عندك ورملنا تقرير واحنا هنزيعه هنا عندنا اوكي اسمع دي مع السلامة تيتا